السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الاول الاعدادة. معنا النهاردة الوحدة الخمسة. هاريديز. آآ يالنا نشوف ايه التدريبات بتاعتنا. تمام? آني التدريبات بتاعت الكلمات. آآ نبدأ كلم. بسم الله. the space is very high and there is lots of water net. نطرح ايه اللي بيكون هاي عالي او مرتفع وفي مية كتير. آآ كدري اي حاجة بتكون هاي هنا اللي هي تكون ايه? يعني شلال. ده بيكون يعني عالي وفي مية كتير. نومبر تو. كيف لنا الكلمة? مكان داخل الجبل بيكون ايه? الكيف اللي هو الكهف. نومبر ثري. the space is my favorite place to go in summer to swim. احسن مكان عندي او مكان المفضل. انه بروحه في الصيف لكي اعوم. ام حاجة اسوام هنا. منعوم فين? طبعا لما بروح الشط. beach. بنعوم. نومبر فور. children like to build. الاطفال بيحبوا يبنو ايه? on the beach. على الشاطر. بيحبوا يبنو sand castles. قلاع رملية. ايه? اس is a tropical forest. غابة استوعية. with lots of trees and plants. وفيها trees and plants. نباتات. وشجار. اكيد هي الجنجل. الغابة. هي اللي بتكون استوعية يعني بيكون فيها trees and plants. people don't like to go. الناس ما بيحبوش يروحوا. because they are dark. go into. يدخل. go into معنى يدخل. يذهب داخل يعني. الكهوف لانهم بيكونوا ظلمة. الكهوف طبعا. number seven. we usually space a picnic. عاوزين نحفظها مع بعضها بقى زي ما بنحفظ الكلمات المتلازمة مع بعض فعل واس. هذا picnic. هذا picnic يعني يعمل picnic يعمل نوزها كده صغيورة خلوية. at the weekend. في ناية الاسبوع. most children like playing the beach. اغلب الاطفال بيحبوا لعبوا على الشط. على الشط. on the beach. last summer. الصف اللي فات. the space. was very hot. ايه اللي كان حار خالص الصمر اللي فات. last summer. the weather. the weather. الطقس. كان حار جدا. number ten. mariam didn't want to go into the cave because she was ما كانتش عايزة تدخل قوة الكيف لأنها كانت كانت ايه اكيد خايفة. frightened. frightened خايفة. number eleven. we sleep in tents when we go to the بننم في الخيمة لما بنذهب الى فين. desert الصحراء. number twelve. we had an english what every sunday. ايه اللي عندنا حاجة english كل يوم حد. so i have to study hard every day. ما بيذكر hard بجد كده كل يوم. ليه با؟ عشان عندي quiz اختبار صغير كده. boys like to. الاولاد بيحبوا. لنهم يعملوا their bikes on holidays. الفعلة بيجي مع البايك العاجل ان انا بعملها ride. ride their bikes يعني يركبوا الدراجات بتاعتكم. الصفحة اللي بعدها number one. my mother makes food. we all like it. عايزين نوصف الطعام ده بصفة معينة وكلنا بنحبه. يوبا اكيد هو delicious لذيذ. طيب number two. when we went went camping. لما رحنا وخيمنا. my brother. اخويا عمل ايه. a very high mountain. عمل ايه للجبل العالي. اكيد هو تصلكو. climbed. number three. we went camping in the desert. رحنا رحنا عملنا camping. يعني خيمنا في الصحراء. and slept in a. ونمنا فين. there. في الصحراء بنام فين. in a tent. number four. there are a lot of trees in there. في شقر كتير فين. الشقر الكتب اللي هي فيه. في الجنجل. الغابة والأبغال. there isn't any water in that. ما فيش اي مية في الايه. اي المكان امفوش مية هنا. اتلاقي desert. يعني صحراء. number six. our garden is a good place for a lot of trees. good place for. يعني مكان جيد من اجل. الكثير من الاشقار. الحديقة بتاعتنا مكان. هلو خالص مناسب لمن؟ لا. الكثير من الاشقار. number of an am. عملي space. is a small animal like a mouse with wings that flies around at night. حيوان معين. صغيور. عمل شبه الفور. بس عنده wings. أجنحة. وبيعمل flies. بيطير بالليل كده. تمام؟ يبقى هو الخفاش طبعا اللي هو باعت. number eight. it's very. I mean space and quiet in the forest. لدينا تبقى هادية وايه بقى. I can't see anything. انا ما بقدرش اشوف اي حاجة. يا طرى الغابة بالليل. بتبقى quiet. هادية وايه وظلمة. عشان كده بيقول I can't see. انا مش مقدرش اشوف يعني. عشان هي dark. number nine. I saw some boys swimming in that. انا شفت شوية ولاد كده بيعوموا فين. in the mountain forest lake desert. الاولاد كانوا بيعيشوا في ال كانوا بيعوموا في الايه. lake هي دي الواحدة اللي فيها مياه عشان يدرعوا من swimming. طيب. many people like to. الكثير من الناس بيحبوا. not on camels. خذنا من شوية ride a bike. يركب درقة فكلمة ride. تيجي مع البيك وتيجي مع الحيونات. برضو ride a camel. ride a horse. ride a donkey. يركب ايه اي حيونات من الحيونات دي. it was my favorite holiday. كانت اغسط المفضلة. it was not. مادم favorite يبقى هي اجيد fantastic. رائعة. i am trying to find the dark on the the park on the. انا بحاول أبقى ألقى البارك. اللي هي الحاضيقة بتاعتي. on the اكيد في معاه خريطة وبيبص فيها اللي هي طيب عندنا هنا فيربي تبي in the past I know to aswan last winter هاي زولانا روحت الشيطة اللي فاتت aswan يعني طب ما دام هي last winter الشيطة اللي فاتت يبقى اكيد ضماضي طب اوانت طب هنا number two space your friends ready for the exam last week ضماضي كاتب لي last week تمام كدام ready ready ضي صفة الصفة مش بنسأل عليها بدو ودد ولا دو عندنا was اوار الصفة في الماضي طبعا عندنا was اوار your friends دول جام فبناخد لها وار لو كان friend كنا خدنا was yesterday we didn't بعد didn't بنجيب الانفينيتيف الفعل في المصدر مبارح احنا لم ايه our lessons الدروس بتاتنا didn't ادى الانفينيتيف اهو study دا المصدر يعني لم ندرس او لم نزاكر دروس بتاتنا نمبر فور منا space to school yesterday because she was يبقى منا مراحل المدرسة مبارح علشانها كانت ال يعني مريضة منا بتكلمني yesterday يبقى انا عندي didn't والانفينيتيف didn't come عندي هنا كي ورد لزامنا الماضي البسيط اللي هو yesterday نمبر فايف we camped in the forest and in a tent احنا عملنا كامت اهم حاجة انا نفيش عندي كي ورد بس انا عندي كلمة كامت احنا عسكارنا وخلصنا اه خلاص مدام بتكلمني في الماضي يبقى الماضي من sleep slept نمنا في خيمة صحي كلام نمبر 6 when i we went to siwa وانت يعني ذهبنا يبقى مع i هنا مش هقول i am لا مدام احنا ذهبنا الى siwa بابا بتكلم مع الماضي when i was i بتاخد was i هي شي ات بياخد was في الماضي نمبر 7 we not swim in the sea it wasn't very warm احنا ما عمناش في البحر لان ما كانتش الدنيا دافية هاوي تمام طيب عندنا انا فعل في المصدر فعل في المصدر بتنفيذ ازاي في زمن الماضي بتيجي قبليه كلمة didn't خلي بالك اللي بيفكر في ورنت لا ورنت مش بيجيب بعد دافع في المصدر نمبر 8 سايلي سايلي يوسترداي يوسترداي يعني مبارح ده كي ورد سايلي ودي كلمة دي صفة الصفة تجيب قبلها ايه بقى في الماضي was aware تمام سايلي هي يشي طبقا was ون راح عملين هنا حملين دي كالا didn't okay سايلي was happy at a party party yesterday نمبر 9 my grandmother a nurse she was a doctor my grandmother nurse ده اس يعني مش فعل في المصدر يعني مش didn't تمام كده بي مش انفقه في ازاز طيب ندام بنتكلم على الماضي عشان انا كتب لي was يبقى لازم ناخد اه wasn't اي دي اللي بيجي بعدها الاس او الصفة او اللي هو حرف جر فنخلي بقى لنا was وير في الماضي بيجي بعدهم ايه صفة حرف جر لكن فعل في المصدر يبقى انت كده رايح في الماضي تمام يلا بقى نشوف الام وكتب لي في الاخر شايف حلقة اللي انا ممكن مش بترجم الجملة جلقة بس انا لمحت وجايب لي فعل في المصدر فانا هقول له لا ونبدأ بقى نترجم علشان نتطمن كده ان احنا حللنا صح احنا جوابنا صح هو زار مبارح صحابه مبارح طيب حلوة دي تمام ما فياش مشكلة بس تيجي تكمل توليها when she was اه لا دا عايز الماضي بقى فاحنا بننفي المصدر دا يتنفي ازاي في الماضي بيتنفي بكلمة didn't تمام علشان دا مصدر نفتكر لو كان اسم او صفة او حرف جار كنا وارنت واسوزي كده تبقى وازنت مثلا انا بنفترض علشان بس نبقى فاهمين احنا مشين ازاي number three they they traveled by car they walked هم صفروا بالعربية هم مشيوا لا مدام هم مشيوا بقى ما صفروش بالعربية عايزين ننفي كلمة travel في زمن الماضي بنجيب كلمة didn't وبعدها الفعل travel في المصدر didn't travel اي رود هنا كامل او ما احنا اتفعلنا انا كلمة road اللي هي الماضي من رايد بتيجي مع الجمل ومع الحيونات كلها مع كلمة عجرة اي رود هنا كامل انا ركبتها على الجمل that is fun ايه ده ده لانا ركبته خلصت رود مش رايد تمام يبقى that المفروض ما تجيش بعدها is لا تجيب للماضي that was هذا كان ممتعا ما اقولش هذا يكون ممتع ازاي يكون وده كان في الماضي يبقى كان number five رانا and ميادة didn't ده حرف ايه اللي بيجي مع حرف وم وصفة و didn't لا مش بيجي بعدها في المصدر تبقى طب انا عند اتنين رانا وميادة دول اتنين اللي هي they يعني تبقى they weren't طب لو واحدة بس منهم رانا او ميادة كده تبقى wasn't تمام they didn't يالله didn't وdon't وdoesn't كلهم فعل في المصدر بيجي بعدهم طب كتب لك كلمة وضيف لها ايه اي دي لا خلاص شكرا مش هايزين اي دي ايه مسح خالص طب بعد دي بيجي بعدها فحف في المصدر اه صفحة اللي بعدها last week we space them some presents احنا ادناهم ادناهم وخلصنا ليه عالشان last week من الكلمات اللي بتدل على زمن الماضي البسيط فاحنا اعطيناهم بعض الهدايا he didn't خلاص كلنا عارفين انا didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر طبقى didn't ايه win هو ده الفعل في المصدر هو لم يفوز بالجائزة الاسبوع الماضي تمام number three last year last year ده ماضي مدام عندي last year خلاص بياخد الفعل اللي في الماضي visited احنا زلنا بورساعد السنة اللي فاتت number four he at home last week at home ده حرف قر طبقى was where طبعي هي تاخدها was بس هو كان في المنزل الاسبوع الماضي she stays in alexandria when she was a little girl طب she lives تنفع بس هتكلمني انها she was a little girl لما كانت صغيرة يبقى تكلمني عن موقف عدى وانتهى يبقى she lived تمام مدام عدى وانتهى يبقى القبل الماضي بقى she lived in alexandria هي كانت عايشة في اسكندرية لما كانت صغيرة بنت صغير last summer من اولها هذه كلمة last summer كلمات تدل على زمن past simple الماضي البسيط the wizard مدام في الماضي يبقى was aware التوكس اللي هو it يبقى was my family a fantastic holiday in morocco last summer last summer كلمات تبدو الماضي بسيط يبقى مندور على الماضي الماضي هو had تمام بالضبط كده ده فعل رشيز number eight i pizza for dinner last night انا اكلت pizza في العاشة الليلة الماضية الليلة الماضية ده كلمة ده كلمة last night طبعا فاقيب الماضي من يأكل اكل اكرا تمام اللي بعد we space in the desert because it was too cold احنا in the sea sorry we space in the sea too cold ما عملناش ايه ما عمناش في البحر عشان الدنيا كانت برد جدا طيب احنا ما فيش كيوورد اه بس كاتب لي it was was بتدل على الماضي يبقى هنختار الماضي didn't swim ماشي اللي عايز ياخد سوام وقول لي طب ما سوام ماضي اقول له طب ترجم كده احنا عمنا في البحر لانها كانت برد جدا هل لو انت لقيه الدنيا برد جدا يبقى دي فرصة مناسبة لك انت تعوم لا يبقى دي انت سوام طيب من الكلمات اللي بتدل على الماضي البسيط من يعرف الماضي من نغيرها بكلمة هي دي اللي بتدل على الماضي البسيط علي didn't at school yesterday ات حرف جر ازاي بتجيب لي didn't بيجي بعدها في الماضي من اللي بيجي قبلي من اللي بيجي حرف جر مع طبعا اللي هي وز ووير طيب علي ياخد وز وهنسيب على من في زي ما هو اتبقى وز احنا رحنا المسرح الاسبوع القادم لأ ما احنا رحنا وخلصنا يبقى كده الاسبوع اللي في طيب اللي بعد طبعا عندي هنا فعل في المصدر كلمة وير يعني ارتبي لان دي بتسأل على مين حرف جر صفة عندي فعل في المصدر من في الماضي عايز مصدر اكيد كلمة وي بلاي جيمز احنا لعبنا لعب وعملنا العجل طب بص هنا كاتب لكلمة ماضي ماشي فتجيب للماضي من حلو الكلام بعد كده عندنا هنا الطيب I can hear my words again and again inside بيقولك انا اقدر اسمع الكلمات اللي بقولها مرارا وتقرارا مرة ومرتان يعني جوه ايه بقى اكيد جوه الكيف اللي هو الكهف بتاعنا اللي بيكون جوه الجبل تمام can you sleep in هل انت تقدر تنمف كذا in the desert في الصحراء في الصحراء بننم فين في tent يعني خيمة جميل I space on a camel احنا طبعا عرفنا الفعل يبيجي مع الحيونات ومع العجلة بس نكمل in the forest when we had a picnic there انا ركبت الجمل في الغابة لما روحنا هناك نوزها ايه باكيد road I can't climb this انا مقدرش هتصلق عاوزين نشوف حاجة بنتصلقها من دول it's very high ايه اللي بنصلقه اللي هو ليه mountain يعني جابا yes you can enjoy sitting on that انت ممكن تستمتع بالجلوس على الايه buy the sea جنب البحر ايه اللي جنب البحر بيكون فيه عندنا beach يعني شاطئ there is a lot of فيه الكسير من ايه في الصحرة in the desert اكيد فيه sand يعني رمال كتير خالص as space is a place where water falls المية بيحصلها fall يعني بتقع من fall ماشي from a high place من مكان عام fall ده النص التاني للكلمة هي اسمها waterfall يعني شلال ليه اسمه كده لان water والمية بتعمل fall يعني بتسقط تمام she didn't didn't بيقى بعد الفعف المصدر فهنا الفعف المصدر بتاعنا هو كلمة go to the beach yesterday يعني هي ما راحتش الشاط مبارع space you and your friends word before the last exam طيب كلمة worried يعني قال او حد يفتك ده في المصدر دي صفة صفة او حرف غر او اس بنجبلهم was aware في المعد عشان كده بالlast exam was aware you and your friends انت وصحابك انتوا جمع يب aware طبعا هناخد كلمة where تمام يب عندنا هنا كلمة where number ten when we arrived it لما احنا وصلنا it الجو يعني very windy كان كثير الرياح طب خلي بارك محيش كلمة دالة بس هنا وصلت وخلصت طب it was yes it was mona went to the zoo next week mona ذهبت الى الحديقة الاسبوع الجاي ايه ده ماذا ذهبت وخلصت يبقى الماضي عندنا من كلمة next هي كلمة last تمام last week الاسبوع الماضي طبع صار doesn't با كام yesterday يعني مبارح ازاي doesn't طبع مبارح عشان مفروض مبارح طبع didn't تمام when i am eight i went to london i am لما انا كان عندي تمام سنين انا رحت لندن بنتكلم في الماضي اه ولما انا كنت صغير وعندي تمام سنين انا ناخد واز وغير لان الكلام في الماضي تبقى i was i eat fish for lunch yesterday yesterday بتضل على الماضي ف eat هتبقى eight يعني انا اكلت eight يعني اكلت وبكده بخلصنا الدرس الاول والتاني من الواحدة الخمسة ونشوفكم ان شاء الله مع الدرس التالة والرابع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته